تشهد معظم الأسواق التجارية حالة من الركود بالرغم من حلول عيد الأطحى واقتراب الموسم الدراسي ويعود الركود لأسباب ترتبط بمستويات المعيشة وتدني الدخل وازدياد أعباء المواطنين في مواسم الأعياد كان هذا المحل يعج بالزبائن أما اليوم فلا يجد هذا التاجر ما يقضي به فراغه إلا قراءة الصحف بسبب غياب المتسوقين حال يكاد ينطبق على أغلب أصحاب المحال التجارية قبيل أيام العيد يوم زي هذا ما كنتش فاضي أنا حك راسي بالتمنينيات بالتسعينات مش مستعد أطحي زبائن الأطحيهم أكثر من اللي أستقبلهم الحركة مش قوية لأنه الموظف ما معهوش مصاري ما فيش سيوري مع الناس لو فيه سيوري بتلاقيه فيه حركة شرائية ممتازة بيجي بوض الموظف رات بو أخر الشهر شو بيسوي فيه بروح على الأكل على الشرب بقدر تشير ملابس لأولاده من هنا يجيب حال العديد من المواطنين لم يختلف كثيرا عن أصحاب المحال التجارية فالأسواق مليئة بالسلع والمواد الضرورية ولكن كثيرين لا يقون على شرائها بسبب ارتفاع أسعارها للظروف السياسية اللي حوالينا وبعدين غلاء الأسعار كثير يعني فيه غلاء أسعار كثير ومدخول أليل الشعب كله بعاني يعني معاناة ومقاسي جدا ما في حدا مبسوط أسعار المواد زادت بشكل كبير وتجاوزت قيمتها القدرة الشرائية للمواطن من ذوي الدخل المحدود لعدم تناسب زيادة الأسعار مع الرواتب بالقراءة مع السنوات السابقة في تراجع من 25 إلى 30% هذا التراجع تراكمي يعني مش أول سنة احنا بنحكي عن آخر ثلاث سنوات كل سنة في عنا تراجع وبالتالي هذا مؤشر غير حميد غير جيد سبب التراجع نعتبره سبب الرئيسي اللي هو تراجع القوة الشرائية تراجع الحركة الشرائية دفعت التجارة إلى تخفيض أسعار منتجاتهم لجذب الزبائن إلا أن النتائج لم تكن مجدية من عكس سلبا على الحركة التجارية والاكتفاء بتوفير الحاجات الأساسية فقط بالرغم من أن بعض الأسواق شهدت اكتظاظا من المتسوقين إلا أن عيد الأضحى المبارك لم يشهد حركة تجارية نشطة بسبب أعباء الحياة اليومية واقتراب العودة للمدارس بعد أيام من انقضاء عطلة العيد غدا باكير المملكة عمان